قال محافظ المينيا أسامة القادي إن مدرية الصحة بالمحافظة تواصل تنظيم القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لإصال الخدمة الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمينيا محمد نادي أن المدرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاس تضمنت مختلف التخصصات الطبية تحت إشراف نقبة من الأطباء المتخصصين ونتج عنها توقيع الكشف الطبي على 2160 حالة مترددة وتم صرف الأدوية وعمل الفحصات لازمة لهم بالمجان